أنني استأذنت الإدارة والدكتور خالد والإخوة أن أستمر في القراءة التي كنت أقرأ بها في مسجدي في قطر لأننا ابتدانا هذه السنة نقرأ بقراءة الشامي ابن عامر برواية هشام عنه وذلك تفاؤلا أن يفرج الله تعالى بها عن أهل الشام فأنا أقرأ بهذه الرواية رواية شام عن ابن عامر وفيها بعض الأماكن التي تختلف فيها عن رواية حفص عن عاصم ولربما مما يطرق سمع أحدكم لفظة إبراهيم فإنه يقرأ بإبراهام فلا أحد يصحح لي إن قرأته إبراهام فهكذا أنزل الله كما أنزل الله إبراهيم أنزل الله إبراهام بارك الله فيكم وتقبل الله من نامكم إن شاء الله الله أكبر سبحانك اللهم وبحمده بسم الله تعالى جل وفوالا إله ذلك عبر تعالى من نفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله في الله واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهام لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهام وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورف من عبادنا من كان تقيا وما نتنسى